أهلا وسلم بكم أحبة المشاهدين من بغداد صباحا هنّا معاكم يوميا متواجدين الآن في نقابة الفنانين العراقيين مهرجان ثقافي إبداعي فيها أعمال متعددة مهرجان تركيب هذا هو الاسم العنوان الرئيسي لهذا المهرجان القائمين على هذا المهرجان مجموعة شباب لهم طاقات إبداعية كبيرة جدا في هذا المهرجان تم أخذ النقابة كمقر نقابة لإقامة المهرجان عليه ونشاهدون بهذه الحلقة مراحل والتركيب الأشياء والأفكار بطرق إبداعية جميلة حتشاهدوها بأعمال شبابية خالصة بجهود ذاتية من الشباب نقابة الفنانين عفوا دعمتهم بإعطاءهم المكان كنقابة حتشاهدون داخل النقابة الأعمال كل هذا وأكثر في صباحا هنّا لهذا اليوم حيلاً حيلاً Ollie المترجم للقناة 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 نعم نعم فقط نعم نعم هذا هو أول يوم وحضورت كأيرم وديه وحظم ودرك حسن بعد أن نقدم نقاب الفناني وفي نحن هناك جمهور طبيعي أسمعه يجب أن ينبه الفن الجديد جيد سؤال ماذا دخلت هذا الفن الجلي هنا شي متعب خلال شهر كامل كم أفكر العينيك و كما ينقل يعني يضلع سهل إن شاء الله الله أردك إن شاء الله أتسلمين تسلمين 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 أنا فهمتها إن شاء الله المواطن وساد المشاهدين فهموهم شكرا شكرا جزيلا لك وحياك الله وأريد فقط في القضية قبل ما أعتقد هذا الزميجي اللي موجود حاليا إثنانا يباع لدولتين عربيتين بكذا ملايق مليون دولار هاي المعلومة اللي هواية من العراقي اللي يعرفوها إنه الزميجنا الإراقي تربة ساحرة هواية دول تتمنىها وبالتالي اللي تشوفون الحفارات موجودة بالميد بنهر دجلة والفراغ هذي أخذ الزميج مننا إلى دولة أفضل شكرا جزيلا يلا خليني ننتقل إلى عمل آخر وفنان آخر وبقيعنا بعد أن أكملنا حوارنا وهي الأستاذ مهند الفنان المبدع بصراحة بهاي الفكرة الحلوة الغريبة راح منتقل إلى عمل آخر بهي شي التساؤل بعلامة استفحام مرحبا أستاذ مرحبا أستاذ مرحبا أستاذ مرحبا أستاذ اسميه حسام حسام العمل ماتي اسمه انتظار أي بمعنى أنه انتظار أنه شوف أكون مضيات داخل العمل بمعنى أنه المريض اللي محتاج علاج أقصى سرعة أي بمعنى أنه كل شي محتاجه لتوفر للدولة هذا الشي أنه يقعد ينتظر خاصة أن أمراض السلطان هسا المنتسبة عمل نوجه إلى مرض السلطان بسرعة مرحبا أستاذ علاجات نحن البلد تطور والعالم كله تطور نحن نسل مرض اسمه العفو مرض السلطان نسل مغدي اسمه سيروم اسمه بيولوجي يعني علاج بيولوجي للأمراض مكان الكيميائي بس هذا المريض عنده 10% فأنه يحتاج هذا بسرعة كل شفائقية حتى يطيب من هذا المرض بس هذا رح يدي إلى معاملة كل الشبيرة وخمسة شهر وأربعة شهرية يستحصل موافقة هذا الشي طيب فأني برأيي أنه يسهلون الإجراءات حتى المريض رأسا يأخذه فأني وطحت موافقة وزير وطحت كعلبة الشدرينج والوزير على هذا الشكل والمبادة ودائرة الصحة موافقات الخاصة يلا يحصل هذا العلاج بعدين يلا وين يكتسب العلاج وراء مدة خمسة شهر سيكون المرض مستفحل بي واصل 90% طيب فهيش حل المريض من يأخذه وراء خمسة شهر سيكون بعدين استفادنا عندي هذه هي الرسالة أستاذ أسام الرسالة الواضحة هي قضية نقدية 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 لمستشفيات الجانب الصحي في العراق تمام حلو مين استوحيت هذه الفكرة استوحيتهم فكرة واقعية يعني صارت عدي موجودة أقار بي لا يستطيع أن يحصل علاج البيرلاجي إلا بعد فترة ستة شهر يستطيع أن يحصل ومن حصل لم يستفد منه لأن المرض استفحل بي وصل 90% كان عنده 10% لو لم يطهي بالنسبة لأنه كان يستطيع أن يتخلص من المرض وانتهي لكن 90% لم يستفد منه وانتهت بالأسف بالأسف فأنت بالتالي هذه الفكرة تقلتها بهذه الصورة نعم فكرة واقعية وأتمنى أن الشخص المصاب في هذا المرض الخبيث أنه دولتك تسهل وقدارت الصحة تسهل بهذا الشيء من رأسا يقول أشياء التي يمكن تحصى الشفاء تمام أنا شكرا جزيلا شكرا شكرا فكرة حلوة واني الحل شكرا جزيلا شكرا جزيلا ما يعجبني بهذا الكارنفال قضية مهمة لأنه العمل على النقد بطريقة إبداعية النقد البناء اليوم نحكي عن أنهر شفنا الزميج حتشينا عن جانب الصحي شفنا هذا العمل اللي هو جسد واقع الكثير من المستشفى الدراقية ننتقل إلى عمل آخر وفنان آخر وفنان آخر أحتجب الظميج وفنان آخر موسيقى أوه ما أوه ؟ حيث أهلا وسهلا بكم أحبتي بعد أن شاهدنا هذا العمليين الجميلين من مستوحى من الواقع العراقي دي مبدعين اثنين نتحدثوا عن هذه الأفكار اللي شبحوها مثل ما سمعت وشاهدته نشوف آراء الزائرين ونتحدث مع المتطوعين أيضا عن فكرة التطوع بهذه الأعمال الفنية بهذه المهرجانات والكرنفالات التطافية دعنا نسوأ لفيا الزائرين قبل المتطوعين مرحبا مرحبا هلا وسهلا دي مرحبا الحمد لله الاسم الكريم مريم مريم زائرة أي صحيح زائرة زائرة شون اللي شفتي حلو شون اللي يجدد هنا أكثر شي لأعمال لأعمال جدا مختلفة وهمين متنوعا كل عمل يختلف عن الثاني وكل واحد يعني بارز متميز بشتلا وخاص ماكو أي عمل مشابه صحيح زين الواقعية بي حلو الواقعية صحيحة أكثر ستعبر عن حاليا الموضوع في العراق لأن الفن هو استعبير على المشاعر حتى تعبير على القضايا مع المجتمع وصهر ورسالة بالأساس صحيح وصهر ورسالة وفن بلا رسالة ما يعتبر فن أصبت لا يجب أنه بي رسالة شي أكيد أكثر شي جذبتش هنا عمل معين العمل الموجود بالطابق العلومة الزجاجة أنه مالتها الريش منتزع أنه الشخص منتزع من الحقوقه يبقى بس جلده لا يبقى بي شيء حرفين وهذا اللي بنوردي عجبي كله عجبي أصبحنا مثل دجاجة نصرنا دجاجة ما بنا ريش بس هاي ريشة بقت شكرا جزيلا مرحبا مراحب شان الصح متطوع متطوع اسم؟ أنا حسن شان بدت فكرة التطوع وشان الجذبك حتى تطوع به المهرجان؟ أنا أول مرة تطوعت سنة 2017 انجذبت بفكرة أنه أنا أدا أساعد بشي هو دي يحسن من الحياة اللي أنا موجود بها وخاصة من مهرجان تركيب لأن مهرجان تركيب التطوع يختلف التطوع هنا فني وثقافي مو بس ثقافي مثل باقي المهرجانات أو باقي الكارموبالات أو باقي الإفنتات بشكل عام لأن مهرجان تركيب هنا المتطوع ياخذ لمسات فنية من الفنان اللي دي يشتغل وياه نفسه لأن انت كل ما تشتغل وياه فنان انت دا تطور نفسك فنين انت كل ما تشتغل وياه موسيقى انت دا تطور نفسك سماعين انت كل ما تشتغل وياه رسام انت تطور نفسك من حيث الخط والرسم واللون انت شلون راح تختار اللون يعني هتطوع بمنفعة لمتطوع أولاً؟ المنفعة هو بالبداية إليه قبل لا تكون لأي أحد ثاني إليه للناس اللي راح يجون يحضرون المكان اللي أنا متطوع بيه ومن ثم للفنانين اللي موجودين اللي أنا اطوعت وياهن أكثر شي اندهشت بي وعجبك من الأعمال؟ من الأعمال أنا بالنسبة إلي أنا أحب العمل مع العاطف الجفال لأن فكرة عاطف الجفال هي تمثلتني بفترة من فترات حياتي كلش هي تمثل كل شخص عراقي بفترة من فترات حياتي اللي هو؟ الشخص العراقي المقيد الشخص اللي دائماً تكون عنده سلاسل هو محاس بيها ومتعايش بأهرم متعايش معها؟ متعايش بأهرم ايه هي هاي المشكلة فبالتالي يرى تكسر السلاسل؟ ايه بس هو المفروض بالعمل ما راح يكسرها ما راح يكسرها؟ خرامات ايه المفروض يكسرها حياتي قالها سهلا خلي بعد ما سمعنا بين الزائرة والمتطوع ننتقل إلى عمل آخر جولتنا حلوة موسيقى نستمر بتجواننا لهذا اليوم وبعد أن شفنا هذه الآراء والأعمال في بداية حلقتنا دخلنا إلى هذا اللوكيشن اللي به غرابة وقد يكون بشيء من الخوف مرحبا مرحبا ماذا أقول خوف؟ نقدر نقول خوف خوف ممكن نقول مجهول شي مجهول ممكن نقول أنا أريد أوصل هذا الأساس أول شي الاسم الكريم؟ أنا زيت ساعد أنا مفاهيمي وأشتغل فنون الإنستاليشن هذا العمل أنا أشتغل من فترة على موضوع الهجرة الغير شرعية جيد أنا أريد من عندك طلب قبل ما نكمل حوار أنت ودى تسالف أريد تشرح لي بإيدك على الوكان حتى نتشغل الإضاءة لأنه ما مفهومة فأريد أن نكملها تمام هنا سيكون مي جوانا أكو مي أكو مي بالأرض وأكو تساؤلات مكتوبة على الحائر هذا قبل ما نشغل دنارة أنا أريد إضاءة خاصة حتى تبين هذه الكتابة تبين صوروا لي الكتابة هذا بالعربي وهذا بالإنجليز بالضبط ستذهب إلى الكتابة تكون مواضعة أكو بالهجرة الغير شرعية طيب هكو تفاصيل هكو معاناة وهكو مشقة للمهاجر بطريقة الشرعية بالضبط آخر تقرير لمنظمة الهجرة الدولية في عام 2019 المنشور على منظمة الهجرة الدولية يقول سنة 2019 سجل مئتين واثنين وسبعين منيون مهاجر بالعالم هذا الرقم من البشر هذا مجرد رقم على الورق هذا ناس مهاجرين ناس عوائل وعادهم أرواح هذا مي يدل على الدلالة الأولية أنا أشبه بمشهد أننا نحس بوسط الهجرة أو بحر على السطح على السطح أي سطح؟ غير طوق النجات هو يسمع أنه أكو مساعدة من الدول المستضيفة للاجئين حسن صح مساعدة ينطوهم طوق النجاة ويطالقوهم من تشلوه من البحر طيب أكو تساؤل دائما أنا أساهله هل هو حقا إنقاذ للمهاجر؟ هو صدق؟ فهو بس إعلاميا أننا ننسى عمل إنساني ونشتغل عمل إنساني قد يكون من وجهة نظره أنا هذا طوق النجاة هو ميضفوه هو يغرق أزيري فهو يغرق ممكن يغرقه بالبحر نحن نعرف أنا من بحثي وسؤالي لعدة مهاجرين وحتى زيارة لعدة مخيمات المهاجرين حتى بأوربة ما يحتاجون أيدي عاملة؟ ما يحتاجون ناس كذا؟ يصير أكو موجة من المهاجرين يوصلون بسلام ما يكون الوضع لا مريد مهاجرين يكون المهاجرين بعدهم بالبحر ديموتون أو بعدهم عالقين على الحدود؟ طيب أنا أريد أسألك سؤال قبل ما أسألك خلي نفتح البيبي ممكن ما نطول طيب شفت السفارة الأمريكية كانت هنا نعم السفارة الأمريكية قالت تكون أكثر دولة أمريكية معنية بهذه القضية تمام الأمم المتحدة بخصوصيتهم قروا باللغة الإنجليزية نابشوك كان ردهم تفاعل وشنو؟ قرأوا طبعا العمل عادة بهتشي فعاليات الشخصيات الدبلوماسية يكون عندهم وقت محدود فما يقعد يدخلوا بنقاش طوال بس الفكرة أنه أنا أدعو المعنيين بهذا الموضوع يشوفون هذا العمل أنا ليش خالها بهذا الوضوح الكتابي هذا الوضوح حتى أبقى أفكر به لأن هناك أشخاص التي يدخلوا عن هذه القضية وصيدتها وعي بها القضية لأهم نجد أن نرى حل ل هذه القضية تمام يبدو أن تصليف ضع على هذه القضية يعني لم تفعلوا معك؟ لم تفعلوا معك؟ حتى تفعلوا عن العمل قالوا التساؤلات هذه مهمة قالوا أنها صحيحة أي أصوهية شيء لكن ليس بنقاش طويل مستفيد تمام انت اللي عليك اللي سويت الشيخ له نعم انه هي هاي الرسالة اه وصلت تمام تمام اذاك محليا ودوليا الوفود اللي يزورون النقابة اه شكرا لك شكرا لك استاذ وأتمنى لك الموفقية شكرا لك شكرا لك استاذ شكرا لك استاذ شكرا لك استاذ من سطح بحر ايجا نقول احلى اه من فكرة بحر ايجا من هذا السطح اللي اغرق الالاف من الابرياء من المواطنين اللي ارادوا الهجرة الى دول اوروبا هذا اللوكيشن هو فكرة ماته قضية الغرق والهجرة عبر البحار ننتقل الى مكان اخر وفن اخر حياكم اهلا وسلم بكم احبة المشاهدين رجعنا بعد الفاصل حتشوفون افكار وابداعات جديدة دي فناني شباب دي افكار ابداعية كلها مستوحات من الواقع واني هذا يمكن قد يكون يمكن ثاني مهرجان يعجبني بالعراق لسبب واحد الواقعية اللي بيه فهندخل وين هندخل الى معرض الصور الفوتوغراف ومرحبا استهلا اهلا وسهلا هذا الوجه الجميل شكرا نعرف اسمه وعمله اه انا لواء الحسني مصور بحياة ناس وطالب عمارة بالجامعة تكنولوجية عملي اسم ريد تو او من خلاله انا احاول اتعرف على حاسيس جديدة للناس في حالة اذا تشون اللون الاحمر معزل على انوان الحياة فممكن نشوف اللون الاحمر ينطيف الدلالة معينة في حالة معينة بالحالة الطبيعية لكن ما شفنا اللون الاحمر منعزل عن تفاصيل الحياة فاني حاولت انه جسد هالشي بسبب فضول لتعرف على حاسيس جديدة للناس فقدروا الناس يجون يمرون بهاي العشرة اعمال بعدين يجاوبون على السؤال اللي طارح لهم هناك زيب هسا انت قاعد تاخذ يعني اراء ومشاعر الناس خلال الصور جاي اتعرف على احاسيس بضع احاسيس خلينا نتعرف على احاسيسك انت اول مرة بهذه الصور تمام زيب تكون توقعوا بصفرنا اوكي وتكون الصور على يمينة اوكي ونمشي واحدة واحدة باختصار يعني اوكي 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 لما يكون الوان موجودة لكن هسا في هذه الحالة شنو مترد يشوف فهذا اللي يحاول يتحرف عليه فاهمت شوان فكرة اوكي اوكي احنا لحدها ما اخذنا احساسك اخرنا تساولاتك احساسي احساسي ممكن انت حصل لاناني انا صانع هن يلا عوف احساسك اوكي 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 احنا تكوين انه لما نكون فد رجل معين متشبث بشي معين اهه شنو الاحساسي رح يجيك لما نشوف هذا المتشبث به هو لون احمر لكن بمعزل عن نوان الحياة الطبيعية مثل ما قد ذكرت قبل شوان احنا هسا بالسوال هسا انا اتصور هذا اوكي سكارة فد باكيت معين طيب مبهم شنو هذا ما معروف انت ما لقى خلبي ما موجود داخل الان اكيد 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 تحشيت عن اللون التشبت اوكي هناك بنقات ما شنون اقل هناك دلالة علي سير أفقي ما متوازن هاذا لو اتجاه هذا التجار انه عامل يتجاه هذا التجار اذا تمهيد للعمل انه خطوط ظاقية مع وجهة نظر المواطن ما متوازن اتحس ان الصوره تاتذه التجار يتكمل هناك بينما إذا مثلا هذا شفته بالتجاه المعاكس راح تحسنه كل مقاومة فهذا تمهي وإصناد مع التيار أكيد هنا روب المحامة والأربطة أكيد أكيد هنا تكوين بشكل مثلث ماذا يجب أن نشوفه طبيعي حال لحال لبقية هنا بس هنا شنو تساولين هل تساول واحد على كل لوحات؟ لكل شيء يوجد رسالة أكيد لا أستطيع أن نوصل الرسائل تساول مفهوم ولكن هنا أنا شوية ما فهمتني شون يعني؟ أنا ما فهمت أنا تساولي واضح أنه شنو حساسك تجاهها إذا كان المعزل عن الأخضر والأزرق وما أعرف شنوها شنو حساسك إذا ما حسيت شيء ممكن تحس الواقع تجاوز أنا ما حسيت شيء عبرها هنا ممكن تدخل جانب الديني أكيد يا حسين بالضبط أنا حسين أكيد أنا لم أتعرف على أحاسيس دينية إذا أتعرف على أحاسيس فنية بحثة تجاهده إذا أحد شاهد هذه اللوحة أو هذه الرأي ستجي في أحاسيس معين ممكن تكون أحاسيس دينية أو غير دينية أو إلى آخرية لكن إذا شاهدها بمعزل عن الأموال الحياة شنو راح يحس هل هاي حاسيس دينية أو غير دينية أو غير دينية فهذا اللي جايحات ممكن إيه ممكن لا فهو قلت لك أن العمل كله فضول أوكي سير عدد من الناس بصورة جريئة من الأعلى شنو أساسك تجمع أنا السلام على تشرين أكيد طمعا تشرين المباركة أكيد تشرين تبضل تشرين إذا بأكس بأذن نظر عن تشرين يعني أنا جاي أحكي عن جمع الناس أنا ما ندخل بس أنا شوية ميال تشرين زايد أوكي جمع من الناس ممكن تشوف هذا يلابس نيلي ذاكو لابس اللون صح لكن ما تشوفهم بها الحالة الآن بس أنا أردك ولو تحكي جنابك أستاذ ولا لواء هاي الأشخاص كلهم تكوين تكوين الصورة اللي جذبني هنا أنا بس لطيف لطيف رغم باع الحمار قليل بس أكو عالم عراقي وأكو بتناسق وأكو فكرة يعني بغض النظر عن الإلمنتات الموجودة لكن ما حاولت ممكن أنا أقدر أخفي هذا هذه التفصيل البسيطة لكن ما حاولت أكذب الصورة جاي أحاول أنه إذا من الممكن أن تكون هذه بمستوى نظراً للإنسان فجاي أعيش الإنسان التجربة أنه لما نعزل للون الأحمر أعيش للتجربة حتى ينطين إحساسي الإحساسي واضح هذا واضح هذا لرجل كادح يعمل بجهد كبير فبغض النظر عن العمل ما ندخل للعمل أنا أريد فأريد أن المتلقي يتواصل دقيق جداً ويحاسيسة حتى ينطين المطلوب حلو أكيد هنا طفل من وسط الخراب ممكن لورد شوف أنه أكو أكو بوقع أكيد حلو أكو تعالنا زمي المطاورة كالزواية حتى بس تواصل فكرة أستاذ هناك بوقعة حمراء وهذا كف العامل حلو 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 أكو أكو أكيد ممكن تشوفت سيارة الحمراء بالشارع أنت مهت تهملها طبيع سيارة حمراء لكن أكو أكو فتشي مركز عليه فشنو أحساسك من حسيت بها أنه هي مركز عليه وسط بالشارع بس أنت مأخذها لقطة حلوة بارزة هو أنت مبرزها هو هل مطلوب أكيد أنا جاء أكتل أنت مبرزها مأخذها باستدارة بين سيارتين شارع عموز مستحام جدا نعم كمنا نظر أن يكون هلوين الروح؟ هنا هنا هل فكرة سادة المشاهدين شوفوا الفكرة التي يعني هنا يقدرون الناس أنه فارنغلش و هنا العربية يقدرون يجاوبوني على السؤال الطارحة تجاه هذه الأعمال لما شافوها شنو كان إحساسهم طيطاً ينفحها كيف طبعاً أسا شنوش كاتب هنا الأستاذ ديواء حوب غضب إثارة وكاتب هن شنو هاي تعدد المشاعر كلها مشاعر تنتاب البشر حال بصارهم اللون الأحمر ممزوجة مع اللون مع الوال الحياة لكن لن تعتد البشرية رؤيتها منفردة فماذا شعرت؟ هنا لازم نكتب الشعور بضل 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 تطيف أنا هنا شفت شي أنت شنو هاي ردود الشعور ردود حلو بسهول ردد حلو رد فنان هنا رده لا كاتب بالحقل لا أمطيك تأشيرة بالضبط ممكن أنه ذني وصل الأحاسيسة صحي ممكن غير شخص يجاوب من الباقيات اللي إلى الخير أرغم هناك من كاتب كتابة حلو هنا فدأ حاسيس هم أنا لم أطلع تحيين كلهم صراحة لأنه كان شئ زخم بالضبط زعم مكتب لك واوة مينو أوكي أنا فرحان بذلك حدا أه هذا شرح لك اللون الأحب بالضبط أتمنى أن أوصل لأنه أتعرف على حاسيس كل شخص فأنا كل شف رح إذا أحد يحتي لي بصيغة تفصيلية أكثر لأن هذا هذا دكتور جبار جودين نقيب كاتب لك إحساسا هذا هذا سفير سفير الأميركي سفير الأميركي بس ما الخال تلقيعه ولا لا خلس الشعور يالله هاي تمام شكرا شكرا حلو دواء الحسن نعم ما نسمي هذا الفن هو تصوير حيات الشارع تصوير تصوير من الشارع نقول هو تصوير حيات ناس تصوير حيات شارع تصوير الواقعي تصوير الواقعي أوكي هو المحور معروف أنه تصوير حيات شارع أه أوكي يتفرع من عنده تصوير البورتريت وهذا التصوير اللي هو من حيات الشارع من حيات الناس شكرا جزيلا لك شكرا لك نعم تصوير الواقعي لا 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 أبدا موسيقى 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 أهلا بكم أحبة المشاهدين من هذا الجو البغداد اللي عشناه وياكم هندخل إلى فن جميل وللنساء حصة الأسد بهذا الكارنفال مرحبا ساف مرحبا طيب اشتغلت به كمصممة ازياء وفي المركز ما الفيلم المستقل اللي هو قريب السنة طيب فكلما افوت لهذا المكان واطلع منه واجهة اسئلة من او التكسي اكثر شيء يعني ونظرات اشوف بالمكان من اجي اريد افوت للمكان طيب من قبل الناس يعني شنو النظرات بتعجب انه مرة تمشي نايم شعدها بالسنك يعني انهم او الوقت شعبية مجالية تجارية في هم بها اماكن ما العمل افوت اماكن ثقافية دائرات ايضان دائراتكم اواجه الاسئلة اكثر شيء مباشرة من ابو التكسي من الارجع من المركز اكثر السؤال يزعلت زوجت فيسأل يقول شنو هنا أكو بيوت سكنية يعني شنو عندي جباب المفتول فأني يومية مضطرة أشرح ويعني أكو أسأل من غر ما مضطرة تشرحين أصلا يعني هو طبعا ما مضطرة بس أنا هذا شيء الذيني أكثر شيء أذاتش أكثر سؤال أو نظرة من الناس أكو نظرة حتى من عائلة شفت يعني إحنا قبارنا صاير مشمشة عصائر مشمشة فأروح أشتري مرة من المرات شفت ثيارة بها عائلة زوجته وأطفاله فما أدري شون باعولي بفد نظرة هي تضحكوا وباعوا علي ودروجهم يعني حتى مظهري من بين ما أعرف شنو ببالهم يدور شنو أسألة أي 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 يعني شن كأنما دا يشوفون في شي غلط أي رغمي الأمثى هي نصف المجتمع تحالي جاسد السحنة فوقعنا هي دوحة أي تمام تقدرين تشارحيلي على دوحة أه أه تتسوف هو الحمل اسمه أسألة وهو عبارة عن أسئلة وأجوبة أه أه سوفق علامات تعجب وهذه العلامة تعجب كثيرة أي علامات استفهام هاي اللي هي بها تايرمون أبو تاكسي أبو تاكسي من دوحة الزين أي وهذه الأدوات ها ها علي صح هذه العلامة الاستفهام واضحة بداية متايا أي وضيتها الأدوات اللي هي خاصة بالمكان الصناعي اللي هو بالسنك أقو بسمار هسا علامة تعجب العليم من بسمار هذا البسمار هو بيهوائي أشياء يعني هو علامة تعجب وهو البسمار اللي ذبق ذبق الشارع أي أي يعني هواي أشياء هاي هم سوي بنور بحيث ذبق ذبق تسامير هو أكو ناس يقولولي يعني ما عليك أمشي بس أكو يعني واي ناس مثلي لا أعيانا إذا يسي أين رجل يعني أحس يعني هانا هو واجبة طبعا تحياهت تحياهت لكل أخوان أصحاب التكاسي المهمتك أنت السوق السيارة وتوزي الزبون وخلاص تأخذ إجرتك لأنت أخوها لأنت رجلها لأنت من العائلة حتى تطب نقاش وتدخل بخصوصيات هذا شيء غلط فبالتالي ها رسالة أعملوا على يعني كونوا بالحياة على قدر عملكم هذا الذي تقدرون تشتغلون به أجره وبرك الله برزقكم وخلاص هذا شنو؟ كرسيلو هذا الفقر اللي أنا أستخدم أكثر شيء بلوحاتي هذا هذا نقول الثيمة 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 التي أستخدمها دائما بلوحاتي تجمع جيد ما تسميتها بالعمل كوستلين كوستلين كوستل ما معنى؟ أسئلة واستجوال أسئلة واستجوال طيب تسئلين للزوار الذين يشاهدون اللوحة تقول لهم كيف شعوركم؟ أكون هم حجاري يعني أكون فنانين كانوا هنا شباب أعرفهم أمطاني أكثر من تفسير يعني حلو مو تفسير واحد حتى عمل صديقتي نور الإنسانة ماذا يعملون معها؟ هل تعملون الأهل؟ نعم الحمد لله تعملون والدي المرحم كان فنان تشكيلي الله يرحمه وكان كل شيء داعمني يعني صار سنتين تقريبا من نتوفى لكن أهم الأهل يعني فهمين وضعي يعني الله يرحم والديك نتمنى لك الموفقية ورسالتيك واضحة شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا ومن رسالة الفنانة الجميلة نور ومشكلة التكاسي ننتقل إلى فن آخر ضمن يعني ضمن اللوحة ضمن المكيشين اللي احنا بي خلت دخل الكاميرا ونشوف هذا العمل أكو بدلة شي غريبه أكو داتا شو أكو عرض داتا شو أكو بدلة دعني صرفوا مع الست يلا خليوا ست مرحبا آسفين عن مقاطعتكم شكرا جزيلا أنا زينة كريم أهلا ست صفرة عمل ست طبعا هذا العمل هو وإذا نحن قادرتها شكرا جزيلا اللوكيشن طالع تمام نحن نبدل فتا أي هذا العمل شم اسمه وشنو فكرتك؟ العمل اسمه صول أنا مجسدة بروح والتي المتوفية رحمه الله طبعا كنا نتجول بشارع الرشيد والشوارع اللي تحيطها جولة من المتنبيه بسوق الغزل والمناطق المجاورة بعد وفاتها طبعا حتى أحس بوجودها لأنه كانت هي رفيقتي بهذا الجولة اللي شنن نسويها آن وإنها عبرت عنا بمحلال الفستان اللي شنن أقلب الوقت إنه ترتدي وإحنا نتجول فعبرت عنا بهذا العمل وأنا أتجول بهذا الشارع أنا بسط الفستان حتى أحس بوجودها ومو أني واحدة هي بعدي موجودة هذا بالفيديو منه؟ أنا أنت حقيقة لا أحس بحقيقة لا أحس بحقيقة دعنا نتطرم على بحقيقة مفضل لكن تعالي دعني داخل بالطبع هنا صرفت على هذه اللوحة التي دعني صورتها على البدنة يعني كانت البسها وقت الشارع ما هي فكرة؟ هي تصوير الفيديو تعالي أنا طبيت غلط تعالي عبرية عبرية أنا طبيت غلط هنا أنا دخلت هنا أنا اليوم بهذا الوقت بسبب أن هي توفت فأنا إذا جولت بهذه الشوارع بس هي بعدي إذا ترافقني بالجولة أنا حاسة بوجودها من خلال أن لبسها أو تفاصيلها فهي بعدها مستمر وإحثرة أنه راح في العالم الثاني زينة أنت هذا أول عمل أول عمل أشتغل أول عمل ما مشت الله يعمل سابق؟ أنا فنانة تشكيلية اختصاصي رسم أشتغل لوحات أول عمل واقعي أشتغل بهذا الشكل وهو تركيب تركيب مؤثرة وعلى التشكيل طبعاً أكيد من هذا العمل فهمت أول مرة كنت أفهم إنسانة هاربة إنسانة هذا الشعور الأولي إنسانة تبحث عن شيء طبعاً من توقع أن طبعاً والده والفستان ما أني خليت الفكرة شوية تكون بها بها صرف لذلك أنا خليت لهم باركود البوست يشرح قصة العمل ليحب وشو عندها فضود يعرف شنو قصة العمل يصبح على كبارك لترى شنو التفاصيل ما حبيت أنه أوضح كل شيء يكون شسين وغاشر وهذا الأعمال هو أهداء الرحم والدتي وهذا كل شيء خليل أنه أهدي لها اسمك زيناء زيناء كريم زيناء كريم زيناء كريم مبدعاء أولاً شكراً شيء غريب بصراحة أنا مقبض قلب بالعاملية والدتي طيبة والله يحب عمرها ويرحم والدتي شكراً الله يرحم جميلة لكن مؤلم مؤلم شعور كبير جداً والدتي عائشة يعني يتأذى الله يرحمها شكراً شكراً زيناء نتمنى من السادة المشاهدين الكرام أن يقرأوا سورة الفاتحة على والدة زيناء لأن زيناء تمت تربية تربية صحيحة وبالتالي هذا ثمار تعب والدتها شكراً زيناء شكراً 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 للاستقب لنقلب مواجعك أضيح موالدتي واستمري بهذا العطاء شكراً لكن وصلت الرسالة بوالدتي خلي أعمالك الأخرى بها طابع إن شاء الله حياتي أكيد أكيد شكراً 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 بهذا العمل الجميل وبهذه اللوحة الجميلة نخرج من هذا اللوكيشن وننتقل جيد مقاة الوقت شباب شكراً دعا ننتقل لدي مكان آخر سمعت به حلو لا خليه لا تقطعهم خلي تعال تعال خلي نشوف هذا الدرج البغدادي طبعاً اللي مشهي في النقابة من الداخل هذا موقع ولوكيشن النقابة هذا الجزء العلو من النقابة الفنانين العراقيين اللي على يميني هو ابو نؤاس موجود يطلع بلوكيشن يمكن نهار دجلة اللي قدامي حسنا بداية نقلنا نسمع صوت دجاج شون تصعد أصعد أصعد بفضل حبيبي مرحبا مرحبا خلي نشوف الأستاذ صاحب العمل مرحبا شو أصعد أستاذ نورتونا وشرفتونا اسم الكريم أنا لؤي الحضاري لؤي الحضاري أستاذ تفضل شو أصعد ونحن أصعد نعم أصعد أصعد خلي شوف هذا المكان الذي خلناه هو في الجانب العلوي ممكن أعلى شيء بالشسم بالنقابة أنا اختارت المكان ينطلع مكعراتي مكان صغير إذا من العراقين يربون دجاج بالسطح لو بالبيتونة فصار الموضوع المثيمة الدجاجة فاختارمها خلي نجي شوي لجاء حتى تنطلع شغلتين دجاجة العمل اسم نقع نقع الأحسن خلي نقع نقع إياه هنسي العمل ما اسمك العمل اسمه ركوع 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 اسمه هي تجربة ستالين والدجاجة المشهور صح القادة جمعة القادة دائمين يقولون ليش دكتاتور وتفبح بالعالم وتقتل بالعالم طالد عسكري ستالين والماء يعني الدكتاتور حال حال هتلر فقالهم ما اوكي رح نسويكم تجربة جاب دجاجة نتفريشها كلها الذاهب هادها بلقاء انهزمت طلع طلع الشعير رجعت صح هذه قصرة فقالهم لا تسألوني لماذا العبيد ركع هو عبد هو يحب الركوع فبالتالي هذا الريش يعلمي هو ريش هذا ريش الدجاجة المتوف وهذا وهذه الحمطة الحمطة اللي اجدت رجعة الدجاجة بسببها والكرسي يعني انا وظفت هذا الكرسي مستعمل ومتهالك يعني كرسي الحكم كرسي الحكم يعني مدى الملاحد ودائما متهالك يعني اكو غيره يعني يجي فيصر مستعمل حال حال ايشي تستعملها يبقى بالي هس انت انت يعني قارق رواية يبدو هيا حدث المشهور ها تفاعل الشباب والبنات كيف كان العمل بصراح من البداية يعني اول ما يصعدون يسمعون صوت الدجاجة فا انت بداية انجاذب الناس بالدجاجة هو يعني اريد يتفاجأ ان يصعد يلقى دجاجة بالبيتون اعم فراح يعني يربط الموضوع انه بيتونه وموضوع يعني حضر موضوع في الكراري بغدادي عراقي انه يعني دجاجة بالبيتونه فالفكرة رح يروح بعيد انه مجرد دجاجة بالبيتونه واقريشوا اقرحنطة فيصر الفساؤلات فاقروا يعني انا دام ان باع ماذا خلي شو نوع موغ موغ خلي المتلقي يعني انت شغلون شو يصالوا معاك؟ فمنش احمل الفكرة انه موضوع يختلف عن موضوع الدجاجة اللي هي موجودة واشتغلتها تقريبا شبه واقعية فا زين سؤال سؤال انت اليوم من يشوف المتلقي الزائر من يجي شوف هذه الدجاجة بهذه الشكل اللي هي بدون ريش يفهمها مباشرة اللي وصعبات الفتر لا يعني اكو ما يفكرونه بسهولة يعني ما يريد يعني تعبروها كما نقول فالاسم يسألني شو فانا سأل اقول اتا شفته من الفكرة واكل يعني صفنوني باع من الكرسي قليلا الموضوع يعني مو مجرد دجاجة وبيتونة واكل يعني كرسي ديش مطلق انا كان شرحت لك الفكرة من البداية بس انا اذا اشرح لك فانا سمعتها من مواطنة جوة بمعناها ضايق الفكرة سمعت رأي الناس جوة رأي الناس حلوة رأي الناس حلوة هم هم هاي الفكرة شي جديد غراضة بالتالي انت جسدت واقع هي اكيد واقع يعني احنا المواطنين الخانعين الراكعين بالضبط يعني كل مجتمعاتك وناس خانعة ومتعرفين الذين لا رأي الى لهم تمام وبالتالي هذه الهنطة كل دولارات بالضبط عندما تتساقط تدقى الناس موضوع التجويع احسن انا اشكرك انا اشكركم نورتون وبالتالي تشغيل الذهن وعصف ذهني كبيرا شكرا جزيلا نورتون من هذا العصف الذهني ومن هاي الافكار الحلوة ما بقى لنا وقت من هذه الدجاجة من هذا الركوع من هذا الخنوع من هذا الكرسي اللي خلفي اللي هو كرسي الحكم الزائب شاهدوا تهادوك من الدولارات الخنقر هذه رسالة كبيرة جدا لكل مواطن خانع وبالتالي مصير الخانع كمصير هذه الدجاجة من مهرجان وكرنافال تركيب كانت جولتنا جميلة بها كم كبير جدا من المبدعين بها كم كبير جدا من الافكار المتجددة المعاصرة بها كم كبير من النقد ولكل عمل صورته لقيت نقد ولكل عمل صورته لقيت قضية نجيبها من الرمال قضية نهر دجلة والفرات نجيبها من الجانب الصحي لهذا العمل اللي منتصف النقابة نجيبها بالهجرة قضية البحر اللي سولف عليها نجيبها من قضية الفنانة زينة اللي فاقدة والدتها وتتعايش مع الشارع والواقع نجيبها من قضية نور الفنانة التشكيلية اللي تتحدث عن معاناتها مع سواق التكسي وحديث الناس عموماً وتعامل النساء معهم نجيبها مع الأستاذ الاسم؟ لوي وقضية الدجاجة والمواطن وهي ممكن ما عدنا في المصر يمكن أن يكون اسمه دجاجة والمواطن إرادة إنتاج عراقي حلول تسموه دجاجة والمواطن من الدجاجة والمواطن نفتم حلقتها هذا اليوم نلتقيكم على الخير دون فيمان الله